مرة تانية اهلا بحضراتكم وقعة شفناها واستفزينا جميعا وتم استفزازنا انكم ساري بيقول الاتنين انتوا ركبين هنا ليه عايز تذكرة قالولهم معناش تذكرة لهم انزلوا من القطر واجبرهم على النزول اسناء سير القطر واحد مات والتاني اصاب اصابة بلغة دي وقعة يمكن ان احنا نقف امامها ونقول ان الكمساري مخطئ وبالفعل هو مخطئ وما فعله هو جريمة وفي النهاية شاب مات في مقتول عمره كان بيكافح شاب تاني ايضا يعني اصيب اصابة بلغة بسبب ان معهوش تمن تذكرة في حين ان ركاب من القطار ودي معلومة يمكن اول مرة حد يعرفها عرضوا على الكمساري ان هما يتفعولوا تمن التذكرة وهو اللي رفض دي وقعة هنا اتدمر شاب واتدمر شاب تاني وحياته برضو تكاد تكون يعني بقى فيها مشكلة الكمساري نفسه بيته اتدمر وولاده اللي ما نهمش اي زنب في الدنيا ان هما يشيلوا او يتحملوا عاقبة حماق التصرف مش هقول غير كبه وقعة تانية من كام يوم الكمساري ماشي في القطر بتاعه لقى واحد بيشرب سجارة في وسط الناس القانون بيقول ان في غرامة للي يدخن في اماكن ممنوع التدخين فيها قال له انت عند غرامة قال له والله انا معايش فلوس ويقال انه طلع فلوس كتير وعايز اتفعل غرامة او كده قال له انت عايزني ارمي نفسي زي اللي رمى نفسه وتانه جاي يرمي نفسه من القطر ولقى حدف هل الوقعتين زي بعض الاجابة قطعا يعني حتى نكون من الحياة بمكان ونكون من الموضوعية بمكان وشوية منطق لا دي غير دي الراجل الى ابي دخن في وسط العربية قال له عليه جرامة بينفذ القانون ولا كل واحد هيجي نفذ القانون هنهدده بقى كده المجتمع هيبقى مجتمع رخو اي حد في ايده مهمة خلاص هيهتز ارمي نفسي خلاص يبقى مش هننفذ القانون وانه ننحي القانون جانبا طب قانون ايه اللي هيسود هنعيش ازاي وحياتنا تنظم ازاي وسؤال لكل السادة المدخنين مع كل احترامي وتقدير الحضراتك من حقك ان انت تدخن انت حر برغم ان العلبة اللي انت بتدخنها مكتوب عليها ان التدخين مميت انت عايز تنتحر انتحر بس عايز الناس اللي حاوليك تنتحر ليه هو ايه الفرق بين حضرتك لما تدخل عليها بسجارة وتدخل عليها بماطوة ايه الفرق دي بتموت ودي بتموت ما كل واحد يكون عنده حصافة ويكون عنده زوء دخن براحتك في الاماكن المخصصة ده فيه قانون بيمنع التدخين في الاماكن العامة وبيضع اماكن معينة للمدخنين التزم حضرتك بيها نضرب لك تعظيم سلام هتيجي تدخل علينا بالسجاير بتاعتك نقول لك لا احنا اسفين وهنطبق عليك القانون وليطبق القانون نحترمه مش اللي يطبق القانون نحربه ده اللي احنا عايزين نقوله علشان نطلع لقدام ونبقى دولة محترمة في مصف الدول المحترمة نحترم القانون ونحترم من ينفذ القانون ورحمة الله على كل الذين فقدوا حياتهم في حوادث قطار في الفترة الاخيرة بما فيهم المدخن اللي احنا طبعا بننتقد هذا التصرف ولكن لم يقول له احد ارمي نفسك من القطار ولكن هو من ألقى بنفسه من هذا القطار يمكن احنا خلصنا اللي احنا عايزين نقوله لحضراتكم النهاردة ونخرج لفاصل ونستقبل عملاق السكر والغضل الصماء في مصر واللاطن العربي قال أستاذ الدكتور محمد سعد حامد وحديث حوله لا للأنسولين ايه زي ما بقولك كده الدكتور محمد عمل دعوة وبيقول لا للأنسولين هنكمل معكم موضوع فتحنا الحلقة اللي فاتت وأحنا لهذه الحلقة نستكمل معا هذا الحوار ولكن بعد الفاصل